وهبت ريح موسم نجم البلدة على سواحل المكلة منعشة إياها وحاملة معها آمال الأهالي بالخير والسلام فما أن ينؤ نجم البلدة حتى امتلأت السواحل بالأطفال وعائلاتهم والزائرين الذين يأتونها من كل ربوع البلاد للإغتسال والاستمتاع بمياهها الباردة عندما نريد أن نتكلم عن البلدة فهي ظاهرة تأتي بعد حره شديد تمر به عظرموت والأهالي فيها طقوس وطرق منها التسبح في البحار والتنفس مع الأهالي ونجم البلدة هو أحد النجوم الخرف في حظرموت تصاحبها ظاهرة طبيعية تميل فيها مياه البحر إلى البرودة الناتجة عن تأثرها بتيارات مائية باردة تنطلق من جوال القطب الجنوبي وصولا إلى مواقع معينة على بحر العرب برودة شديدة وزيادة في الأملاح نتيجة دوبان في فصل الصيف يدوب القطب الجنوبي في القطب الجنوبي الثلوج فهذه التيارات تدفع التيارات هذه الدوبان ويحرص الكثير من أهالي المكلة خصوصا كبار السن عن الاقتصال في المياه الباردة في ساعات الصباح الأولى خلال موسم البلدة وليس كبار السن وحدهم من ينتظر هذا النجم للاستفادة من ظواهره بل كذلك الصيادون الذين يعدونه أحد أفضل المواسم لاستياد أفضل وأجود أنواع الأسماك تأتي جميع الأسماك من الأعمال فتكتر بالذات هذه النوع الآن البياض يقولون له البياض والأسماك القرش باللسبة لكما نحن نقولها أسماك الصخور تيب كثرة تخري على الشواطي ولأن نجم البلدة هو أيضا أحد نجوم الشتاء لدى العرب فإن المزارعين قديما كانوا يعتمدون عليه كتوقيت لبدء الحراثة وتجهيز الأراضي الزراعية للاستعداد لموسم الشتاء المقبل محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلة اشتركوا في القناة